اشياء ليست من الضرورة في القرض الربوي بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد درجة فيديو اول حاجة اقول لك اشتري بالتمليك انا زهيت بقى من الاجار يا اخوانا عشان ترتكب جريمة الربا دي لازم يكون هناك ضرورة لان الربا دي كبيرة من الكبائر والضرورات تبيح المحزورات بس اللي اقولها لك بعبارة اخرى تندفع الضرورة بالاجار الناس عايشها في ايجار وعايشها والدنيا ماشية ومخلفين ومربين عيالهم والدنيا تمام يبقى دي مش ضرورة لان الضرورة تندفع بالاجار مش لازم يكون الناس عايش في تمليك معاك ملك معاكش او معاك تملك معاكش خلاص يبقى دي مش ضرورة اتنين ساعة تقول لك اعمل مشروع انا زهيت بقى من الشغلة عند الناس برد دي مش ضرورة معاك اعمل مشروع معاكش اشتغل عند الناس يعني الامر سهل يعني انما اقول دي ضروري لا قد مش ضرورة. ضروري يعني هتموت. هتموت من جوع خلاص. وفيش حد بيسالفك قرد حسن. ولو مستالفتش قرد ليبي هاتهلك عايز تاكل. حاجة كده ضرورة ضرورة. قاعد في صحرا وفي ميتة فما حموت لو ما كلتاش فباكلها. انما مش كل حاجة بقيت ضرورة. يقول لك وانا اعمل ليه لا اشتغل عند الناس واصبر واحتسب انت مبتلة. مبتلة انك ما عاكش فلوس. وشغل عند الناس وبتلاقي معاناة بس خلاص. وربنا هيكفأك بالجنة ان شاء الله ان صبرت على ذلك. تلاتة يقول لك اجوز بنتي ودي منتشر قوي. يا اخوان انت مش مطالب تجوز بنتك لو انت مش قادر. انما انت مطالب بطق والله وما ترتكبش كبيرة الربا. ده اللي انت هتتحاسب عليه. انما يا رب اللي عندي تلات بنات وكان رزقي قليل فما جوزتهمش. عجزت عن ذلك. هل ربني حاسبني لانا ما سطرتهمش? لا مش هيحاسبك. لانا لا يكلف الله نفس ان لا اوسعها. انما يا حاسبك اللي انت اضطريت الى قرد ربوي عشان تقدي شيء مش مطالب به. مدام انت عندك عجز فيه. وعدم القدرة. على تزويجهن. فما فيش حاجة اسمها جوز بنتي. ده مكتير من الناس اول قرد ويلا نجاوز نجاهز لدخل السنة الجاية. فتخش النار يعني عشان بنتك تتجوز. القرد يا اخوة. الضرورة تقدر بقدريها. واهل العلم هم اللي يفتولك مش انت. وما تستهونش ومش اي حاجة بقى الضرورة. دي تلات حاجات مشهورة جدا. تيجي عنا نسي يقترضو خالد ربوي. ويعوف كبيرة ربا ويظنون ان ها من الضرورات وهي ليست من الضرورات. دعم الفيديو بشير واللايكم انشرا في القناة. شو بكل مرة الجاية والسلام عليكم.